اشتركوا في القناة ان شاء الله تبارك وتعالى يقول لك لان هي ما عنداش وسائل ووسائل اجتماعية يمكن ان تصل بها الى كل المسلمين لكن تاقة الكاسيدي تقدر ان شاء الله اتبلغ لهم هذه الكلمة لانها مهمة جدا وفعلا مهمة تقول ان جهل الاسر المسلمة في اسبانيا بالقوانين يحرمها من الكثير من الامتيازات ويجعلها وهي جاهلة لهذه القانون تحرم فعلا من حقوق كثيرة واعظم حق هي ان تربي ابنائك على الاسلام فلا خير في هجرة يضيع اولادك ويضيع تدينهم فلابد اذا من ان يحرص المسلمون في بلاد الغرب وفي اسبانيا بالضبط على ان يربوا ابنائهم على الاسلام قو انفسكم واهليكم نارا هل المجتمع الاسباني والحكومة الاسبانية توفر لهم ان شاء الله وسائل من اجل ان يتعلموا هؤلاء دينهم كيف لا مكاش قال لك اغلب الاسر لا تعرف ذلك ولذلك في المناهج الدراسية في اسبانيا من الروض الى البكالوريا عقل من الروض الى البكالوريا اغلب المسلمين لا يدرسون ابنائهم لا في الروض لا في الاعدادي لا في الاساسي لا في البكالوريا لا في الثانوي ما يدرسوهم شاء الله تبارك وتعالى الاسلام بينما اولاد النصارى عندهم ما يسمى بحصة تربية الدينية على اساس يقرأوا النصرانية ذلك الوقيتة اش كا يدروا الولاد المسلمين في ذلك الساعة ماذا يفعلون يدرهم شيء رسموا كذا وشيء ناشاط يدرهم شيء ناشاط فيحرمون من تدريس ابنائهم في حين ان القانون الاسطاني يمنحهم الحق في مطالبة السلطات في اية مدينة او ولاية ان يوفروا لهم استاذ تربية الاسلامية لان العلمانية الحاكمة هناك محايدة وجه الاديان فالمواطن الاسطاني اذا كان نصرانيا تدرس اليه مادة نصرانية واذا كان مسلما له الحق في ان يوفر له استاذ تربية الاسلامية من الرضحة البكالوريا حقه كما ان اليهود الاسطاني من حقه ان يوفر الاستاذ اليهودي الذي يربيه ويعلمه اليهودية لكن المسلمين غافلون وعن هذا القانون غافلون عندك الحق تطلب وعندك الحق تطلب باش يكون الاستاذ تربية الاسلامية اللي يقرر الوليدة انتع المسلمين التربية الاسلامية ان يدرسهم في الوقت الذي يدرس فيه ابناء النصارى يعنينا مع السبعات مع السبعات مع السبعات مع السبعات والقانون موجود ومكتوب وارسلت لي نسخة منه وتقول بلغ لهم وقل لهم لا اعذر لكم عند الله وقد اتيحت لكم باذن الله هذه الامكانية والقانون يسمح ذلك وانما انتم الذين يعني لا تريدون او غافلون عن امر لا ينبغي للمسلمين ان يغفل عنه التبامل الولادة عمرك الثاني وها انا نزولا عند توجيه هذه الاخت المباركة اللي هي دارسة وعرف القانون الحمد لله وارسلت ان شاء الله هذا القانون عليكم حيث ما كنتم ايها المسلمون في تجمع صغير او كبير ان تطالبوا الادارة منتع ذيك المؤسسة اللي كقروا في ولدتكم بناء على القانون تطالبون بتوفير لاستاذ لمادة التربية الاسلامية حتى لا يحرم ابناؤكم من الحصول على هذه الحصص في التربية الاسلامية واضحة هذه ولا ما واضحة نقولها بالداري جيشة واخر نعم نعم تطالبوا نعم 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 شكرا نعم نعم تطالبا تطالبا نعم 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 تطالبا نعم إذن على حساب الكلام يقول لك هذه المسألة يعني كينة قانونية إذن فقط أن تلك الدول الأوروبية هي التي تمانع في أن تفعل هذا القانون إذن ماذا وجب عليكم يا إخوان يا مسلمون أن تطالبك جميعا بتفعيل القانون فقط يا كوكا تقولوا هذه دول القانون إذن هذه المسألة موجودة والقانون أرسلته المرأة وهي تحترق لوضعية المسلمين هناك ولذلك عليكم إن شاء الله تعالى أيها المسلمون في أوروبا والقانون معكم أن تفعلوا عن طريق ماذا عن طريق المسؤولين في لجن المساجد أنت على السكن مسؤولين ديالكم تحاورون هؤلاء واش بغيت تديو أنتم ماذاك شغي هاكذك ولذلك أنا يا نزول عند رغبة الأخت هارني بنلغتكم اللهم ما فيش هد أنا الآن اللي درت هارني هارني تكلمت لكم وصلت لكم الأمانة اللي بغت توصلها لكم الأخت لأن ما عندها شيء وسائل يمكن أن تصلكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المعلومة فهنا نحن إن شاء الله نساهم قدر المستطاع أن نبلغكم بإذن الله هذه الحقيقة هل الأرض كروية أو مسطحة وثابتة أو متحركة حسب القرآن الكريم قل لله رحملك الوالدين أش بغيت أنت منهار السؤال يا الله واش بغيتها بالسؤال قلنا لك كروية ومن بعد قلنا لك سطحة قلنا لك مسطحة قلت تكورها قلنا لك تتحرك ويتتوقفها قلنا لك أسدي ثابتة قلنا لك تتحركها هذا النوع من الأسئلة في هذا الزمان هو محاولة إشغال العقل المسلم في زمن تتعرض في الأمة لتحدي كبير الله رحمك يا الشيخ الغزالي قال لك الأمة تذبح وانا المحاضرة في الممان بشي كي يسقصوني على الخميرة واش منين تخبز بالخميرة واش حلال والأحرام والخل قال له واش حلال والأحرام قال له مشيت الإندونيسي أعطاه للسؤال ديالخل مشيت المصر السؤال تعالخل جيت للجزائر السؤال تعالخل قال له من الذي يدبر هذه الأسئلة ويشيعها في العالم الإسلامي في زمن تذبحه الأمة أفق مع رأسك الأمة تذبح تنصير غادي تطبيع غادي القدس فيه خطر مشروع ما يسمى بصفعة القر طواطئ وانت تتكلمين عن مصطحة ما تصطح ولا ما تشخلين هل سيفيدك هذا العمل واخص هل سيفيدك هل سيبنى عليه عمل هذا هل سيضرك جهل هذا هل سينفعك قضية معرفة هذا ينفعك لك أنت عندك شي حاجة شي عمل ما عنده علاقة مع هالشي أمان أتعلم الدين ديالك ونوضعين سيده ربي ويوزاكم هذا الشيئ هذا زيدا وضعوا المقصود أنت حموس ما المقصود هذا هذا يريد صرفك هذا وحدة ثانية هذا الناس اللي رأم الآن يحدي الآن يجدروا برحمة علامة ورأم يدير لنا قاضية عذب القبر في نفس الاتجاه هذا يهدر على عذب القبر هذا يهدر على هذه هذا يهدر على آيات السيف واسمه هي هذا يهدر على الناس يخو المنسوخ قبلت قبلت يعني الآن حرب مستوعبة لجميع الأنشطة الفكرية والثقافية والسلوكية عند المسلم حتى لا يلتفت أبدا إلى أن الأمة تذبح ولذلك سليساني يكون شوية واعية هذا سيوتر لا تبقى ما شهدش قاعد وهذه السلامة كيف الإنساني أن يرفع قدر صبره إن كان ضعيف الصبر إن كان ضعيف الصبر فلا يرفع منسوب السبر إلا بالتوجه إلى الله قال وما صبرك زيد إلا بالله الله هو الذي إلا بغي أن تصبر لا أسمى زيد التربة من الله أرى الصبر من الله وب الله ومع الله وفي الله فاصبر كما صبر أولي العزمة من الرسول ولا تستعجل هتريده مثلا ان يعطيك الصبر زيد منين منين غادي يجيك صبر وكم اعتليك سيدة ربي من يعطي وحتى سيدنا العلماء قال لك انا لا اريد لك ان تسأل الله الصبر سلي الله العافية لانك لو سألت الصبر معناه انك تسأل بطريقة غير مباشرة للبلاء ما تسقش قول يا ربي اعطني الصبر قول يا ربي اعطني العافية لانه يلمشت حتى بتلت نير من صبر قال الرسول سلي سيدنا العباس يا عباس سلي الله العافية قالوا اعطني صيده عخر قالوا سلي الله العافية قالوا سلي الله العافية فما اتي عبد بعد نعمة الامان من نعمة العافية ولذلك الدعاء انت 27 تعليل القدر قالت عيش يا رسول الله ارأيت لو علمت ليلة القدر اي دعاء ادعو شوفوا الدعاء اللي كيف له اللهم إنك عفو وإن تحب العفو فعفو عنه دعوا العافية حتى الصبر لا تدعش ربيع تكسب وعدخل عليه النبي هو يموت قال له ماذا تقول قال له أسأل الله إن كان قد سبق في علمه وسبق لي عذاب يعذبني به يوم القيامة أن يعجل لي به في الدنيا لكي أرحل إليه بدون عذاب قال له وهل تقدير سأل الله العفو والعافية وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا أكون فهمتني أو لا ما فهمتني فوقاش تدعي الصبر فوقاش أمني أنت قطع عليك الدكاكة ذيك لو قيتها الصبر لأن الدكاكة طاحت عليك تخيل طاع عليك وحل كاركور طاعة 15 القنطار وازموا فيما ثم أنا أبدأ آه ربي صبر آه ربي لأنه رفوق الصحي متيمة عليك والو وتبقى تقول آه ربي صبر يا أخ لا ده شارك رقم ليح قل العافية ولذلك وحد دعاك يقوله سيادنا العولة واش قل أعرفني ربي نعمك بدوامها لا بسلبها الأسلبة مني الصحة والأسلبة مني كذا راني خسني راوش عالي آه ربي